زهقت منه صح؟ كل يوم تتصحر فول 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 ولما بتجرب تتصحر سحور تاني كنوع من التغيير بتحس النجعان جدا أثناء الصيام إحنا كمصريين اتولدنا وعرفنا إن السحور يعني فول يعني التلاتين يوم بتوع رمضان عبارة عن فول ده حتى الستة البيض بنتصحر فيهم فول بيبدأ رمضان وتتصحر الفول ويشعرك بالجو الرمضاني بس بعد ما يفوت كام يوم بتبدأ تحس بالزهق وتبتدي تغير أنواع الفول مرة تعمله بالسلصة مرة تعمله بالبيض مرة تعمله بالتحينة مرة تعمله بالسمنة ومع ذلك بتزهق تاني وعلى الرغم من زهقك بتكمل التلاتين يوم صحور عبارة عن فول طيب تعالوا نفهم مع بعض ليه الفول هو أفضل وجبة في الصحور السيدالي حازمونير يحييكم وحلقة جديدة ممتعة هنتكلم فيها عن الفول الفول هو أفضل وجبة في الصحور لإنه هيشعرك بالشبع لأكبر وقت ممكن فحيساعدك على الصيام بدون جوع وده بسبب تلات أسرار بيتميز بيهم الفول السر الأول إنه غني بالبروتينات النباتية فطبق الفول بيحتوي تقريبا على 18 جرام بروتين والبروتين بياخد وقت في هضمه لذلك انت بتشعر بالشبع السر التاني إنه غني بالكاربوهايدرات المعقدة وركز معايا أنا بقول الكاربوهايدرات المعقدة مش البسيطة لإني شتان الفارق بين الاتنين تعالى كده قديك مثال عشان تفهم أكتر لو أكلت مثلا طبق بسبوسة ولا طبق كنافة يعني كاربوهايدرات بسيطة جسمك ومعدتك هيهدمهم ويمتصهم بسرعة فالمعدة تفضل وتبعت إشارات للمخ وتقول له أنا خلصت أنا فضيت خلي ياكل تاني لكن الوضع مختلف مع الفول لإن الفول عبارة عن كاربوهايدرات معقدة فلما تيجي تنزل المعدة المعدة متقدرش تتعامل معاها بسرعة فحتضطر تتعامل مع القاربوهايدرات المعقدة على أجزاء فتتعامل مع جزء منها فقط جزء تهدمه وتمتصه وبعد ما تخلصه تخش على الجزء التاني تهدمه وتمتصه وهكذا فتفضل معدتك مشغولة طول الوقت مليانة طول الوقت فما ترسلش إشارات للمخ وما تقولوش إنها جعانة فتفضل إنت حاسس إنك شبعان ومعدتك مليانة وملكش نفس للأك عرفت الفرق ما بين القاربوهايدرات المعقدة والبسيطة فالمعقدة هي القاربوهايدرات الصحية أما البسيطة فهي غير صحية السر الثالث في الفول هو الألياف اللي كلنا عارفين دورها في سد الشهية وإعطاء الشعور بالشبع يبقى إذن ستي وستك ما دحكوش علينا لما كانوا بيصحرونا كل يوم فول جايز ما كانوش عارفين السبب العلمي لكن حجتهم كانت أقوى لأنهم جربوا مفعولوا بالفعل في سد الشهية والشعور بالشبع بس استنى يا دكتور انت عملت تكلم عن الفول الفول وانت ماسك علبة في ايدك عبارة عن فول معلب ومعروف ان الفول المعلب فول غير صحي ده انت بنفسك قلتنا كده في حلقة ما لا تعرفه عن الفول حقول لكم مظبوط لكن أحيانا عامل الوقت بيأثر على جودة أكلنا خصوصا اني في بلد ما فيهاش عم محمد بتاع الفول الطازة وانا ما عنديش وقت اعمل الفول بنفسي فباضطر اشتري الفول المعلب بس يا دكتور انت قلتنا ان الفول المعلب بيرفع الضغط بسبب انه بيحتوي على كمية عالية من الصوديو وكمان المواد الحفظة اللي بيدفوها فيه بتقلل من فويده حقول لكم برضو كلامكم مظبوط لذلك أنا بنصحكم بالفول الطازة مش المعلب ولكن لو انت زي حالاتي ما عندكش وقت او مش متوفر فول طازة في البلد اللي انت عايش فيها فهات المعلب بس اخسله قبل ما تاكله عشان تقلل من كمية الصوديوم اللي فيه وتقلل من المواد الحفظة طبعا كلنا عارفين ان الفول لا يصلح للاشخاص اللي عندهم تفول يعني بيعانوا من أنيميا الفول كمان الفول غير مفضل لو انت بتعاني من الشقيقة او الصداع النصفي لان في بعض الدراسات بتقول انه بيزود من هجمات الصداع النصفي ولو انت متابع معايا فجده ده تاني طعام اأكد عليك فيه ان ممكن يزود هجمات الصداع النصفي فاكرين الطعام السابق ولا نستوه افتقرتوا صح كان الكاكاو او مشروب الكاكاو تعالوا نرجع لمرجوعنا اللي هو الفول مرضى النقرس ممكن ياكلوا فول ولكن مايقطروش منه ومرضى القولون ممكن برضو ياكلوا فول ولكن بكميات بسيطة فبعد مرضى القولون الفول مش بيتعب قولونهم والبعض الاخر الفول بيدمر قولونهم حرفيا اخيرا مريد السكر ممكن ياكل فول لان الفول عبارة عن قربوهايدرات معقدة فمش حيرفع السكر بسرعة بالاضافة الى ان الفول غني بالالياف اللي حتقلل من ارتفاع السكر بس خد بالك من كمية العيش اللي انت بتاكلها مع الفول لان العيش ده هو اللي حيرفع السكر وبشده وعزيزي المتابعة لو عايز تعرف معلومات اكتر عن فوائد الفول فشوف حلقتنا اللي كانت بعنوان ما لا تعرفه عن الفول واكتب لي بقى في التعليقات لو انت مش مصري ايه نوع الصحور المفضل في بلدك ما تنسوش تشاركوا الحلقة في كل مكان كان معكم السيدالي حازم مونير دمتم بخير ورمضان كريم موسيقى